كيف كان؟ إن شاء الله ستكونوا بخير حقيقة يعني بصراحة يا برج السرطان في منكم اللي حاسس حالي وحيد من الوضع يعني قافل على كل شيء وخلاص دار ظهره وكأنه فقد الأمل ويعني أنا بشوف أنه يعني بعده بيحب الشخص هذي بس عم شوف حالته يعني حاسس بالوحدة فممكن يكون الشخص هذي يعني متزوج يعني إنه طالع لي الورقة هيدة كتير أو تزوج ولكني شايفها بعده متمسك فيك يعني ومتمسك يعني إذا كان حدا تاني يعني متمسك الطرف الثاني فممكن يكون مش قادر يعني ممكن يكون يعني مش قادر يختار بيناتكم أو بفكر بالزواج منك يعني وفي وجود الطرف الثالث لإني شايفك تعرضت لخيبة أمل كبيرة خلتك تبعد وتتغير وكأني شايفك مخبي يعني مخبي بيختفي ومخبي حزنك جواتك كأنك حدا وحيد كأنك بغرفة وما حدا قادر يساعدك يعني أنا حاسة أنه الشخص هذا يعني محتاج مساعدة ودعم كأنك عم تسأل حالك ليش صار معي أنا هات الشي ليش حضي هيك ليش كل ما بلش الشغلة هذي يعني يعني بيصير هيك ليش ما في حض وليش ما في حض ساعدني والشخص هذا شايفه كأنه عارف إنه سبب لك حزن حقيقة حقيقة شايفة يعني عم شوف في حسرة بقلبك كأنها يعني مخلية مكان لليأس شايفة الماضي مؤثر عليك أو الظروف اللي حواليك حاسك يعني حابب تغتاح كأنك رايد تروح على مكان تكون فيه لحالك لتغتاح يا برج السرطان وتستشفي وتضم حالك بحالك لأنه هذا هو الشي الصح أنت لازم تعمل استشفاء لمنكم اللي في الوضع هذا لازم أول شي تعمل استشفاء لحالك وتحب حالك فاحب بشرك إنه فيه تغيرات جاية بطريقك يا برج السرطان فشو بيقل لك تعرف الوضع هذا إنه المساعدة حواليك وأفضل شي تعملوا إنك تتقرب من الله وتدعي وتعمل مديتيشن يعني تدعي يعني من قلبك من جواتك وتفكر تفكير إيجابي برض النظر عن الشغلات اللي صارت لأنه في النهاية الحزن ما رح يزيدنا غير مشاكل مرض وقلق يعني ما رح يخليك تشوف الشغلات والفرص اللي عم تمر من جنبك فاحب بإلك إنه فيه تغيرات جاية بحياتك يا برج السرطان لأنه طالع لك ورقة الشمس طالع لك ورقة الشمس فيه أحداث وشغلات إيجابية جاية بطريقك وهي علامة على فرحة لأنه جاية لك ورقة الشمس ورقة الحب رح وريها لك يا برج السرطان أنا صحبت أوراك تقنيني لحتى فسروا أكثر طالع لك ورقة الحب يا برج السرطان ورقة الشمس فيه يعني شغلات حلوة جاية بطريقك وفرحة فالشمس رح تطلع ورح تضيء رح تضوي طريقك يعني إما ستصبح العلاقة هذه أكثر انفتاحا أو أنها ستنتهي للسماح لعلاقة أفضل للحصول عليها لأنه الشمس هي تشير إلى أشياء إيجابية احتفال، ممكن خطوبة، عمل يليق مقامك، زفاف وفي شيء يعني في باب يا قرش على أوراق المكانون في باب رح ينفتح لإلك يعني الأمور إجت مرتبة يعني ما معقول تكون صدفة يا برج السرطان في باب رح ينفتح لك ويجا فوق الشمس في باب رح ينفتح لك ففي بداية جديدة أو رح تلتقي يعني مع شخص قريبا شخص جريد وهذا الشخص يوفر لك شعورا بالأمان والاستقرار خليني شوف طاقتك يا برج السرطان حقيقة رح حط الأوراق عشان تشوفوها رح وريها للكون فشيفة كأنه عم تفكر فيه عم تفكر بناس من الماضي ناس كنت بتحبهم ممكن تكون العيلة لأن هذي قراءة عامة ممكن تكون العيلة أو شخص أنت حبيته يعني كأني حاسة أنه الشخص هذا متزوج أو أنت بعلاقة تولاتية لأنني يعني حاسة أنه الشخص هذا يعني كأنه غير متزوج طاقة تولاتية لأنني شايفك غير راضي غير راضي يا برج السرطان تماما على الشي اللي صار يمكن لأنه كانت عندك أمنية ضاعت لأنني شايفك كأنك عم تفكر بموضوع يا برج السرطان يا برج السرطان كأنك بمفترق الطرق أو عم تفكر بحدا بعيد عليك اكتشفت سواء أنه متزوج أو على علاقة بشخص تاني لأنني عم شوف في مسافة بيناتكم احتمال كل واحد يكون في بلد أو محافظة يعني المهم في مسافة أو الشخص هذا بعيد عليك وطلع من حياتك ولكني شايفه بعده في تواصل فكأنني حاسة أنه أنتو صلميت طالع لكم ورقة مرتين يا برج السرطان برج حنون شايفك رح تأخذ موقف وهذا هو الشيء صح في عندك بداية جديدة في بداية جديدة جاية بطريقك فممكن مع شخص جديد يعني أو شخص من الماضي يعني بعدت عن بعض يعني هيك ولسه في ذكرى شايفه كأنك يعني عم عم تطالب يعني بعدالة أو بحكم عم تستنى شيء قرار فشايفك أنا يعني مرتبط بالماضي وبعدك قاعب قابع فيه يعني كأنه لسه ما طلعت من الماضي بشكل نهائي كأني عم شوف في حالة حالة من الافتقاد يا برج السرطان شايفك بيتراقب الشخص هيدا وشايف انه الفرح كذلك في من كون عم شوفه تجاوز الوضع هيدا وصار الموضوع ما عم يبرق معوه وصار عم بيبكر بحاله وبحياته وانا بهني الناس اللي بصلوا للنقطة هيدا خلينا نفجع حب اقول شي كأني عم شوف يعني فيه من كون اللي متطلقين والشخص هيدا كأنه عم بفكر يرجع للكون فهي احتمال يكون تكونش شغلة في الموضوع هيدا بالأيام الجاية للناس اللي مطلقين القراءة هيدا رح تبتدي من من 22 الى 20 او زيادة شوي فالشهر اللي وراه يعني نوينبير فيعني لاني عم شوف الشغلة هيدا ويردة عندي كتير رح نرجع لنكمل فمثل ما قلت لك والورقة للشمس كذلك قد تشير الى فرصة جديدة ستغير مسار حياتك يا برج السرطان لانه شايفة عندك فيه بداية جديدة وفيه تجاوز العراقيل كانت واقفة بطريقك رح تتجاوزها او كانت واقفة بالعلاقة يعني ممكن تكون شي عراقي الواجهتك يعني شغلات بالعلاقة هيدى طعلك ورقة السفن مع اني شايفة فيه ناس يعني بعدهم شايفاهم متعلقين يعني مثل ما عم تشوفوا متعلقين بشغلة ممكن يكونوا متعلقين بشي حاضه من الماضي او عم تشوف الموضوع هيدا معاقد وانا برجح الموضوع هيدا اكتر هذا بيقلك الورق برج السرطان يدعوك الورق الى التفاؤل والاحساس بالثقة والشجاعة واتخاذ الخطوة التي يتطلب منك القيامة بها الآن فكر في اللحظة هيدى ما تفكر بشغلات لسه جاية بطريقة فممكن الامور ستنقلب لصالحك واتخاذ يعني الخطوة التي سيتطلبها منك منك انجازها يعني اليوم يعني انجاز الامور وانهاء ما بدأت في عندي ابراج حابة اولون بشمنزة يعني كل الابراج صراحة موجودة بس عم شوف الطاقة الهوائية الكثيرة طاقة الترابية اه تور عزراء اه برج الثالث ميزان كذلك الميزان صراحة موجود معنا ميزانيات موجودات عننا في برج القوس والحمل والاسد الاسديون كذلك التوريون الجري تقلوني شوف الجوزاء صح الجوزاء موجود الدلو العقرب سراحة كل الطاقات موجودة لسا نحن حمل السور الأسد الميزان الجري العزراء الجوزاء يعني في طاقات أكثر ففي عندك يعني بداية جديدة مع شخص تشعر معه بالأمن والاستقرار لأنني عم شوفك لأنك قادر على تخطي العقبات ولكني يعني شايفة أن الحبيب يعني متمسك يعني موقفه وبيفكر فيك فكأني شايفت وأصبح بعد الشيء اللي صار أكثر والحكمة والتزان كذلك شايفة الشخص هيدا يعني كأنه تعبان من موضوع فإذا كان متزوج فهو يعني تعبان من الوضع هيدا وشايفان بفكر بالزواج بفكر فيك حقيقة فممكن يكون بفكر يعرض عليك زواج يا برج السرطان لأني شايفاه غير راضي عن الشيء اللي صار الشخص هذا غير راضي عن الشيء اللي صار فيه من كون المطلقين وحاملين مسؤولية تقيلة شايفاهم يعني أصبحوا منغالقين على أنفسهم وبعدهم عم بيراجعوا الشغلات اللي صارت ولكني شايفك كأنه بعده فيه مشاعر يعني عندك تجاه الشخص هذا فالورق بيدعيك إلى التقرب إلى الله والصلاة والدعاء ويدعوك للنظر إلى ما حولك خارج الأفكار السلبية لأنه بيئلك أنه فيه تغيرات إيجابية جاية بطريقك وفيه عندك بداية جديدة فلا تترك الفرص يعني تضيعوا منك فحقيقة فيه منكم اللي اللي ما كان متوقع أنه الحبيب رح يعرضه لخيبة أمل سواء كانت خيانة أو حبيب تركك واختفى أو اكتشفت طرف ثالث أو الشخص هذا تخلى عنك لأنه شايفاك بعدك متأثر بالشيء اللي صار واخد جنب كأنك مش مستوع بالشيء اللي صار شايفاك يعني بعدت عن التجمعات وحتى عن الناس يعني فيه منكم اللي بعد عن الناس والتجمعات لأنه الشخص هذا يعني كأنه كان مهم عندك وصفت عم تفكر بحالك يعني شايفاك متضايق زعلان يمكن لأنه الشخص هذا يعني أنت عملت شغلات كثيرة علشانه أو حبيته بصدقة وكنت شايفه شغلة كبيرة أو العلاقة أخدت وقت يعني السنة أو تجاوزتها أو سنوات يعني ولكن رغم هذا الشيء يعني شايفاك إنك ماشي ماشي نعم تشق طريقك لحالك كأنك حامل هم على ظهرك شايفاك يعني إحساس يعني إحساس بالإفتقاد فأنت مفتقد الشخص هذا يعني حبيته كثير وكان بالنسبة لإلك شغلة كبيرة ولكن أحب إلك أنك رح تطلع من الإدمان هذا من مشاعر الإدمان والطاقة السلبية اللي كنت فيها ورح تنهي الصراعات اللي كانت عم تتعباك وكذلك طلعت لك يعني ورح تخلص من الشغلات هذي اللي تعبات كذلك شايفاك يعني رح تنهي التعلق أو التفكير في العلاقة كنت فيها تعبان يعني خلاص رح توقف على رجليك كأنك رح تطلع من علاقة غير صحية لا تشعر فيها بنفسك كأن الشايفاك ماشي بطريق غير واضح وجايتك ورقة اليمينيشن الورقة هذي في عندها معنى كبير فهي تدعوك للتأمل لأنه بيقلك أن القط مثل ما بتشوفه هون القط قاعد القط يعرف أن الشمس هي الشمس وهي تغدي لكل الكائنات لكل الكائنات وتوفر الدفع هو لا يشكك في وجودها إنه يتأملها فقط أحيانا تكون أحيانا تكون الإجابة مباشرة أمامك فيجب أن تتأمل بداخلك يعني أن تتأمل الشغلات اللي جواتك وسوف تشعر أن كل شيء يتناسب فجأة معك دون فعل أي شيء بطريقة مختلفة فلافسر الفكرة هذه أكثر يعني باللغة العربية فسوف تشعر أن كل شيء يناسبك فجأة تماما دون فعل أي شيء بطريقة مختلفة فأنت يعني بصدد إيقاظ شيء ما بداخلك يعني في شيء رح رح تكتشف جواتك بأنك فقط ألقي نظرة وشعر بالضوء الذي يشع بداخلك إنه موجود إنه موجود وكان دائما فقط تذكر ذلك الورقة هذه عنده معنى كبير لإلك برش السرطان وهي ما إجت صدفة لإلك يعني في رسالة يعني أنت جوتك في شغلة أنت لازم تكتشفها فعموما شايفاك منتصر يا برج السرطان بعد خيبة أمل وفي عندك بداية جديدة وأخبار جديدة يا برج السرطان بالرغم من الشغلات اللي صارت وبالرغم من إنه ورا الورقة عم شوف في منكم اللي مطعون يعني برغم السيوف أو الظروف اللي صارت عم تطيح الشتوية وهذا فالخير عليك يا برج السرطان شو شو طالع لك بعد طالع لك في بداية جديدة جيدة بطريقك فبدي تتفائل بدي بدي يعني تغير الشغلات اللي جوتك حتى مهما كانت الظروف وفي أخبار حلوة شفت في أخبار حلوة جيتك يا برج السرطان إن شاء الله فإنت قادر تتجاوز الوضع أيا كان يا برج السرطان حقيقة أنا طولت في القراءة هذه لإني سحبت أوراق كثيرة يمكن نص الأوراق أنتم ما بتشوفوها لأنه شوية هيك الأوراق دخلتهم مع بعضهم فإن شاء الله خير يا برج السرطان في شغلات حلوة جي بطريقك بدي تتفائل لإن عم طول عم شوفت في السرطان يات بيقولوا ما في هيك وصار هيك وصار هيك إن شاء الله خير يا برج السرطان لأنه مهما طال الليل أكيد بيطلع الصبح على كل الناس وأكيد ما في شي بيضلع حاله بس الشغلة الوحيدة اللي بدي أقول لك ياها إنه بديك تتفائل وتفكر تفكير إيجابي لأنه دائما بيقولوا ما تفكروا به هو ما سوف تحصلوا عليه فالقراءة كثير مبشرة وإن شاء الله خير يا برج السرطان وتحية للسرطانيين والسرطانيات وفي أمان الله